اهلا بكم هنتكلم في فيديو النهاردة عن سيرات بيجو في مصر واستعراض لاحدث اسعارها بعد الارتفاعات الجديدة اللي حصلت لجميع الترازات وده تزامنا مع طرح موديلات او ترازات كل الترازات طرحت كموديلات عشرين تلاتة وعشرين ومرورا بالاسعار كده والفئات في كل الترازات هنتكلم عن جنرال كده عن سيرات بيجو اللي هنستعرضها وان هي موجود يعني منها في قيمة ترشحاتي ان هي انا برشحها للشراء فنيا طبعا وان هي اي موديلة او اي اطراز خارج الترشحات فيلا بينا نبدأ على طول طرح ترزات بيجو عشرين تلاتة وعشرين في مصر مع زيادات جنونية في الاسعار الزيادات المراضي فعلا جنونية ارقام يعني مش بالمئة الف ولا بالمئتين الف لا هنشوف مع بعض قامت شركة مانسكو وكيل بيجو في مصر برفع اسعار طراز سيراتها بزيادات ضخمة تتجاوز الربعمائة الف جنيه في زيادة مرة واحدة يعني حاجة كده شبيهة باللي حصل في بي ام في من كام يوم كده لما زودوا الاسعار زودوا الاسعار بنص مليون وبالمليون بس احنا بنكلم عن بي ام في ان ما احنا المراضي بنكلم عن بيجو يعني مش مش في نفس الكاتيجوري يعني عشان ترفع بالارقام الخرافية دي فبدأ زي بدء لو هنتكلم عن اقل سيرات بيجو هي اللي بيجو تلتمية واحد فموديلات عشرين تلاتة وعشرين فئتين الفئة الاولى بقى سعرها ربعمائة وتسعين الف جنيه والفئة التانية ربعمائة خمسة وتسعين الف جنيه والفئة التانية بقى سعرها خمسمائة وعشرين الف جنيه يعني تتجاوزت النص مليون دي اقل سيرات بيجو اللي هي السيدان تحت المدمجة او ممكن نعتبرها مدمجة شوية يعني مساحتها كبيرة شوية ده بالنسبة لتلتمية واحد لو نقلنا بعد كده على البيجو 2008 فطرازات عشرين تلاتة وعشرين جات تلات تلات فئات الفئة الاولى اسمها اكتف والفئة التانية اسمها الور والفئة التالتة من بيجو 2008 اسمها جي تي وسعر الفئة الاولى زاد ميتين خمسة وستين الف جنيه بقى سعرها جديد سبعمائة وتمانين الف او الفئة الفئة التانية الالور زادت متين وتسعين الف مرة واحدة كده فبقى سعرها جديد تمنمية واربعين الف الفئة التالتة الجي تي زادت تلتمية وتمانية الف ودي طبعا طيمة زيادة اعلى من الفئتين الابلي كده بقى سعرها جديد تسعمائة الف جديد لو كلمنا عن بيجو 3008 الاسيو في الكبيرة شوية الاولى هنعتبرها الالفين وتمانية الاسيو في او الكروس اوفر تحت المدمجة اما لو كلمنا عن الكروس اوفر المدمجة البيجو 3008 فاجت باربع فئات الفئة الاولى اسمها اكتف باك ودي زادت 300 الف جنيه بقى سعرها جديد مليون وتلاتين الف احنا كده ايه كسرين حاجز بمليون من اول فئة الفئة التانية اسمها الور باك ودي بقى سعرها مليون مية وتلاتين الف بزيادة مية الف عن الفئة الاولى طبعا شايفين ملاحظين فرق السعر الكبير بين الفئة الاولى والتانية الفئة التالتة اسمها جي تي دي زادت 395 الف وبقى سعرها جديد مليون متين وخمسين الف الفئة الرابعة قيمة الزيادة ليها وربعمائة الف جنيه والفئة الرابعة هي هي الفئة التالتة بس بفرش احمر واسمها جي تي بالفرش الاحمر فئة جي تي بالفرش الاحمر دي زادت 400 الف جنيه بقى سعرها جديد مليون ومتين وستين الف جنيه يبقى اصعار البجوه 3008 بالترتيب كده كفئات اولى وتانية وتالتة وربعة مليون وتلاتين الف مليون مية وتلاتين الف مليون متين وخمسين الف مليون متين وستين الف جنيه طيب لو تكلمنا بقى على الشقيقة الاكبر لبيجو 3008 وهي بيجو 5008 ودي اللي بيجي منها سبع راكب كمان ومساحتها اكبر شوية واوسع ممكن نعتبرها البيجو الكروس اوفر الميد سايز الحجمها ميد سايز اكبر شوية البيجو 5008 قت بفئة قت باربع فئات الفئة الاولى اسمها اكتف باك والفئة التانية الور باك نفس المسميات البيجو 3008 والفئة التالتة اسمها جي تي والفئة الرابعة الجي تي بالفرش الاحمر واحنا متعودين دايما الفرش الاحمر عن الفرش العادي الاسود بتزيد 10 تلاف جنيه عموما طيب بالنسبة البيجو 5008 الفئة الاولى جات قيمة الزيادة المراضي 335 ألف جنيه بقى سعرها جديد 1.140.000 الفئة التانية الالور باك من بيجو 5008 زادت 405 ألف بقى سعرها جديد 1.240.000 الفئة التالتة زادت 450 ألف جنيه بقى سعرها جديد 1.360.000 دي الفئة الجي تي الفئة الجي تي اللي بالفرش الاحمر من بيجو 5008 زادت 450 ألف برضو فبقى سعرها الجديد مليون و370 ألف ودي أعلى حاجة طبعا أعلى حاجة في سيارات البيجو السعر مليون 370 ألف جنيه بجو 5008 جي تي بالفرش الأحمر لو نقلنا بقى لآخر طراز من طرازات سيارات بجو المتغفرة في مصر وهي السيدان الميد سايز الفتحة الشنطة بتاعتها لفت باك بنسميها لفت باك لشنطتها واسعة الإزاز بيتفتح مع الشنطة بميول كده معين ولو حبينا نتكلم في تصنيفات السيارات في فيديو صغير أنا عملته مشروح بطريقة كويسة مبسطة لجميع أنواع تقريبا يعني شمل جميع أنواع سيارات الركوب الدارجة والفرق بينها إزاي تفرق منها بينها بسهولة ومسمياتها طبعا بالعربي والإنجلش ممكن هسيب لكم اللينك بتاعه في آخر الفيديو تو بتفرجوا عليه فهنتكلم دلوقتي في آخر طراز من طرازات سيارات بجو 20-23 في مصر وهي بجو 508 بجو 508 ليها حكاية كده صغيرة إنها بتيجي باتنين كاتيجوري في حاجة اسمها بجو 508 جي تي العادية أو بجو 508 العادية ممكن نسميها بدون كلمة جي تي حتى وفي حاجة تانية اسمها بجو 508 جي تي ماكس جديدة الفرق بين السيارتين إيه؟ شوية اوبشن خفيفة قوي مش هي المقياس المقياس إن المحرك بتاع بجو 508 جي تي ماكس بقدرته أقوى معمول فيه زي ما نقول إيه حاجة تقوية بيسموها مابينج يعني إعادة إعادة تنظيم صوفت وير بحيث إن المحرك ده يدينا طاقة أقصى أو يدينا قدرة أو قوة أقوى من اللي بيدهلنا في الظروف الطبعية يعني أو ممكن نقول محرك محسن شوي بيدينا عزم أكتر وقوة أكتر البيجو الجي تي ماكس بالإضافة للموضوع ده حصل فيها برضو المفروض إنه يكون حصل فيها تعديلات في العفشة بتاعتها أو التعليق نظرة التعليق والعفشة بصفة عامة للاتجاه الرياضي عشان تتحمل القوة الزيادة عشان توازن الموضوع لكن أنا في تجربتي للسيارتين في Event LDX حسيت إن القوة الإضافية لموجودة في الجي تي ماكس لم يقابلها تعديلات في العفشة عشان تديها ركوز أو تخليها تخلي الاستابلتي بتاعها كويس فهي كانت مناسبة لما كانت بجو 508 بس بدون المحرك القوي ده المحرك القوي والعفي ده كان محتاج شوية تعديلات في العفشة الرياضية عشان تحفظ التوازن أكتر من كده حسيت إن قوة العربية الجي تي ماكس كمطور على وزن العربية وشكلها الديناميكي وكده لكن محتاج شوية تغييرات المهم فبالنسبة لبيجو 5008 الجديدة 20-23 موجودة بأربع فئات والمسمياتهم نفس مسميات البيجو 3008 والبيجو 5008 الفئة الأولى اسمها أكتف باك الفئة الثانية اسمها ألور باك والفئة الثالثة اسمها جي تي والفئة الرابعة اسمها جي تي بالفرش الأحمر كانت الزيادات والأسعار كالآتي بالنسبة للفئة الأولى من 508 زادت 295 ألف جنيه بقى سعرها الجديد 995 ألف تحت المليون بحاجة بسيطة يعني الفئة الثانية الألور باك زادت 336 ألف وسعرها الجديد مليون ومئة ألف جنيه الفئة الثالثة الجي تي بمليون ومتين ألف جنيه يعني بزيادة مئة ألف جنيه عن الألور باك الفئة الرابعة الجي تي بفرش أحمر زادت 483 ألف ودي أكبر قيمة زيادة النهاردة في موديلات أو كل ترازات بجو أو كل فئات بجو بقى سعرها الجديد مليون ومتين وعشرة هلف جنيه أما لو بصينا للكاتجوري تاني من بجو خمسمية وتمانية اللي هي جي تي ماكس دي موجودة بفئتين فقط أو يعني نمكن نقول هي الفئة العالية منها بس الفئة العالية مفهاش الأربعة بقى اللي هما الأكتف والأكتف باك والألور باك والجي تي والجي تي فرش أحمر لا الجي تي ماكس هي موجودة بفئة واحدة بالفرش الأسود وفئة واحدة بالفرش الأحمر يعني فيه فرق بينهم عشر تلاف جنيه بالنسبة للجي تي ماكس بالفرش الأسود زادت 435 ألف جنيه بقى سعرها جديد مليون وثلتمية وخمسين ألف بالنسبة للجي تي ماكس بالفرش الأحمر زادت 440 ألف جنيه بقى سعرها الجديد مليون وثلتمية وستين ألف جنيه وعشان كده زي ما قلنا فيه عنوان الحلقة بجو جننت بجو دلوقتي فيه الأسعار بتناطح سيارات بي ام على الأقل فيه الفئات الأولى أو الكاتيجوريز الأولى من السيارات البي ام وبعض موديلات كمان المرسيدس يعني في الفئات الأولى أو فيه الطرازات الأولية وبس كده خلصت حلقاتنا النهاردة أتمنى تكون الحلقة عجبتكم وياريت لو عجبتكم الحلقة تعملولنا لايك للفيديو وشير في كل مكان عشان تعمل فايدة واشتراك في القناة اللي لسه ما اشتركش في القناة بالضغط على سبسكرايب وتفعيل جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتنا في حين اصدارها أول بأول اللي مزيد للدعم وما زيد من الدعم للقناة بيكون عن طريق الانتساب للقناة بآيكون الجوين أو آيكون التشكرات أو الدعم المادي عن طريق روابط بيبل وباتريون الموجودين في صندوق الوصف إلى اللقاء في فيديو جديد حتى ذلك الحين في أمان الله ترجمة نانسي قنقر